صبحكم بالخير يعني هالفيديو اليوم بدي ردفي على الإرهابة الطالة الأبرية حسن نصر الله بعد كلمتو اليوم حسن نصر الله أنت بتحكي عن المرفق والانفجار المرفق كل الناس بتعرف كل الناس بتعرف رغم أنك كامش الدولة بموجب عملاء خونوا وطنوا على رأسهم ميشيل عان السافل الوسق اللي ما فيه أخلاقه ولا وطنه وستيمين فرنجية يلي يسرقوا المال العام ومتزلمين عنده تتغطيهم على سرقة المال العام وعلى تجاوزة للقنون وللدستور وخيانة وطن اللبني إذن عم تحكي عن المرفق هيده بضعه نيترات ألمانيوم جايبة الجهاز الأمني الإيراني السوري حزب الله أنت وبشار الأسد وعلي خمينائي وقاسم السليميني يقارفين بالبضعه والتجار اللي جايبينه هن التجار من جماعتكم اللي بيشتروا الأسلحة من كوريا الشمالية ومن وينما كان إذن وإذا بدك بسميه لك ما هلأ منغير هالكلم بيجي وقت إذن أنتو جبتو هالبضع أنت كيمش الدولة وعمل قرصني على الدولة بالقوة وبالمنيح والسياديين اللبنانيين هن يلي ما بدن يعملوا حرب أهلية هيدا وطن فأنت عارف هالنقطة عندنو الضعف اطلتون اطلت البعض منون واتبحت البعض منون وشوهت سمعت البعض منون وما في شيء ما عملته وبقيوا سياديين وماتوا بقبر اللي اطلتو هون على رأسهم الشيخ بير جميل الشيخ شباب لبنان ماتوا وبعدا سياديين بقبر إذن أنت عبارة عن مجرم اطل قطلة هلأ كنتوا تاخدوا من هالبضع على كل وقت البتكنية على أساس عم بيصير قتك على على مخازنك الأسلحة بسوريا وخفتوا من السوار كمان ليغضوا هالبضع حطيتوهم بلبنان كسر عن رقبة اللبنانية فتيغضوا كل مرة كمية تعبوهم بالبروميل تتقصفوا فيه الشعب السوري البريء مدنيين أطفال ونسوان ومقاطلين ومتظاهرين كمان تتقطلوهم قطلتو لكم مليون وشوي منهم والباقي اللي حطينا بلبنان إذا احتشتوا بتودع بك تستعملوهم بلبنان إذا حدا من السياديين بيتحرك هيدا هو ليه بده قوضي سوان وليه بده شي هيدا هي هاي المعلومات كل موجودة عم بعتيك إذا نعيب تحكي هالحاكي هلأ اتنام تحكي عن أمريكا وديمقراطية أمريكا ما في شك تشوهت سمعتنا لدى العالم كله هيدا أمريكا ما في شك اتنام في خطأين مهمين الخطأ الأول اللي نزله هالكلنا معاقضين ضد المال anti money هال ضد المال ضد النجاح ليش واحد نجاح هني ما بده نشتغله بده نيأخذوا من الدولة يعطينا شيكات تين صروف ما نمت علمين مثلك 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 ومثل هاللي انتي بليم لمو و ونفس الشي بيحملوا صلاح وبيشتروا صلاح وشغلات بوهرات على طريقتك دخلك اللي عم تعملوا ببيروت مش ما هني عملوا بواشنطن بيريح قدامك جماعة ميشيل عان اللي بمرنن انتي بالصلاح ما نزلوا أوصوا على الناس لاش عم بيت صورة ما شفت الصور نفس الشي مثلك يعني ما في شي جديد إذن هيدا واحدة أما أنك تقول ما بيحق الله أمريكا نعم ما بيحق لني الجمهوريين ولا بديمقراطيين هيك واحدة بيشغل بالريل استيت شو ريل استيت جانكستر شغل هدي كل واحد بيقول لك أنا متعهد مثل المتعهدين عنكم بلبنان جانكستر مغطيين نعم تونال ترام ما قالوا حق ومن أول مرة لما نترشح أنا الوحيد اللي قلت لحجية وكانت لما نقعد مع الجمهوريين قلهم ما بيحق لكم تقضبوا للدولة الأمريكية شخص من هنا جيبوا واحد أشقر وعيني الزرق وهذا حقهم وينجح بس سيقوه وروح تفرج على أكتريته الديمقراطيين خريجيين هارفورد أهم الجامعات ومن نجيين من ورى البال وقت اللي بتشوف التعيينات اليوم كل هالتعيينات تبع الرئيس المنطخ جو بايدن بيكبر قلبك بهالناس إذن هون معكها ما بيحق لأمريكا إنه تجيب شخص هيك من بره بيدفع للسياسيين بوقت الانتخابات تغطي عماله ديمقراطيين وجمهوريين هذا واحد مثل هذا لا هذا ملفه واضح من خلاله هايدي هالكلمة يعني هني زعران مثلك مثل ما أنت مسكر هالدولة ما سكرت مجلس النغاية سنتين ونص سنة عاكبر دونالد ترامب عاكبر منك واكبر من ميشيل عام ما بينزلك وبيقوصوا عن الناس ما جرى طحية وفاتي داع الحبس بالقليلة الديمقراطية في 35 هلا واكتر موجودين معطقلين متهمين بالصور وبيكل شي أنت الصور بالجرايد اللبنانية ما حد أعطلوه كل الاختيالات التي تصورت باللبنان أنت متطلق عليها ما في مزكر التوقيف بحقها هذا دونالد ترامب بدو يصدر فيه مزكر التوقيف ولا حاجة إذن الديمقراطية إيه تشوهت صورتها بس ما سقطت ما سقطت أبدا ما سقطت أبدا الأمريكيين بيحبوا وطنه ما أنا أول مرة الأبيض بيقوم بعمل هاكل منه متعلم ما أنا أول مرة تتذكرها مجزرة لوس أنجلس سنة 1870 كان عدد السكين 5600 هيك المجزرة اللي صارت على أبناء على 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 تشينيز أمريكيين بس مين ضوّ كل هالأمور العقول أبناء الطائفة اليهودية الكريمة اللي يجوا إلى أمريكا من أوروبا هني لأنهم صقفين ومتعلمين كتبوا هالروايات كلها وانعمل فيها سكرين ستوري أفليم سينما هني اللي خدموا أمريكا فتحوا ليكوا أشفي يا عمي أنت لو ماناك عم بتضخ مال لهالمقاطلين هالكيب بعدين بدك تضخ لذلك عم بتقول مؤسسة الحسنة عام حطوا يا لبنانيين مصريات كنت لين يحطوا مصرياتهم مصريات واضحة جيب مصريات نبيه بري وميشيل عان وعائلته وابنته واسليمين فرنجيو ووليدة مانا حتيك أجسامة وطاها ونجيب مقاطر ويحطوا بمؤسسة الحسنة المصرية مصرياتك أنت والزرباجي تبعك والنواد تبعك تبع حزب الله يحطوا مصرياتهم والوزراء هالمصاري اللي إيغذينا من المال العام ويحطوها بمؤسسات الحسنة الخيرية هذا شيء بقول لك إيه ها قبل ما سكر اللي بكركي اللي بشار الراعي بشار الراعي قلت طللك صوبي أنا برجع بكررلك هلو بكركي بدي ما كنسي بديك تكنيس كل اللي عم تعملوا غلط كل اللي عم تعملوا غلط منك مجبور يتحكوا عليك بوسطة ميشيل عانو سعد الحريرة حصل نصر الله بإيده اللعبة كل هلو طالما إسرائيل مصلحته أنه هو يبو ها دول دول بتعمل مصالحة ما عنده عدوات وما عنده صدقات طالما عم بيدمر وعم بخريب وعم بيقتل هالناس وعم بيقتل الأسكية ايه كفة طالما بتخب بمصلحتك بتروح لعنده بتقوله بدي حكومة بيقبل معك أو ما بيقبل معي بدك تبلش أنت بكركي بكركي بالزيت مين ما كان عروسي السياز ميشيل أبو جودة سنة الـ 75 بيقلة قال لي ليك تفاجأ حفظ الأساد أنه الأمور نفكر أنه عدين بالكهوف بمارنتونس أصحية بدار قرنوشهوين عدين هيك عم بيخططوا لقوهم في شوش مستويهن جون عباد كريم بقردوني وهذا المستوي بتكرت بلش وببكركي كل واحد بده ياخد وظيفة عامة كبيرة من رئيس جمهورية إلى المجلس النواب إلى الوزير إلى المدراء العمين إلى ضباط في الجيش بتكن تدرسوها ويكون في ملفات سابتة أخلاقة سجل الأخلاق تبعة نزيهتة صدقة عيوبة شو بيقول عن باقي الطواقف اللبنانية وليش هو يطامح أنه يكون بده مركز مقام وبعدين وفوعة ترشيحة إذا ما بتبلشه بالملفات كله كذب كل واحد عنده اسمه عنده ملف أنا اسمي لوسين وملفي أنا ما بيسمحلي لأني أخطأت بحياتي تعبات ملفي هاك أني يكون حيجب عند مخطور مش حيجب ببلدية بمخطور حي غير سجلي ما بيسمحلي أنتوا بتكن تبلشوا هاك بتكن تقضموا للدولة رجالات مهمة لاك عملاقون عملاق خيانة لبنان ميشيل عان وسليمان فرنجين اللي سورقين المال العام وخون ووطن لبنان خيانة لاك من بيقدموا للدولة كل اسم باسمه درسوه وتفرجوه تبقي القراطة من هاك توالت عليكم إذا حسن نصر الله ليتحكي بالديمقراطية وليتحكي بالإنسانية وليتحكي بالأخلاق وبالنزاهة وبالصدق ما في شي بينطبق إعلاك دولة تصدر فيك مزكر الطوقيف مثل ما نحن بدنا نعمل بدونالد ترام بس بده يكون في صدق بالملف مش اتهام مثل ما انت بتعمل انت خنط وطنك حسن نصر الله الامام علي والحسن والحسين يلي هن امامنا وهن امام المسلمين وامام العرب ما بيفتخروا فيك انت اطول اطلة مثل اي اطول اطلب اصغرتها عند الباك هيدا مستويك مش اكتر من هيك اللي بقى تذكر امريكا بيتمك خلو اجي الجروب اللي بدو يسلم ملف الشر الاوسط ونورس امريكا وانهن بيعرفوا اكتر مني بس نحن بدنا نضل نبدي رأينا رأيي انا واضح حكومي بقيادة عسكري نزيه كبير ومعروف بنزيه تو ضابط مهم على صورته مسيل الجنرال المتقاعد خليل حلو مصقف مثله وان يكون بعده بالخدمة مش يهم اطولوا عم رشح خليل حلو ما بيعلن بيعلن وزارة كله من اهم الشباب بالبنان كلم مدنيين بتجتمع الوزارة وبتعلن فتح الحدود مع دولة اسرائيل والتعاون الكل مع دولة اسرائيل عسكرياً امنياً اقتصادياً تربوياً فوراً بيعلوه بدون ما نسأل الاسرائيليين عليهم نحنا نحنا لهم بروبوز لفام ديسكوت هني بيعملوا مصلحتهم اذا مصلحتهم معنا بس نحنا منفرجيهم حسن النوايا تبعنا هيدا مشروعي يا استاذ عسن نصر الله كافيك قطل كافيك دم كافيك كذب كافيك السيطرة على الدولة بالقوة الصلاح على صورة المافيا يلي شفتوه ماب وانتي ماب انتي مافيا انتي رجل دولي عيب بشو بدي اعملك رجل دولي بيلي حيتك وعويناتك تشايف شكلك هيدا بينعمل رئيش الدولة بدي احكي لك اكتر